لو رحنا لأبرز المحطات على مستوى الدراما الناس بتفتكر له حاجات كتيرة جدا إزاي حضرتك ممكن تشوف أبرز عمل هو شارك فيه فيه بطولات طبعا بتكون جمعية أو أسماء تاريخية زي المال والبنون مثلا سوق العصر أو غير وغير وغير والعصيان إزاي حضرتك بتشوف أهم عمل ممكن نقول ده العمل رقم واحد اللي هو تميز به هدي الجيار والله صعب أكاد رقم واحد لكن يمكن المال والبنون ده كان مجدى بعميرة بالمناسبة محمد جنيل عبدالقوي الكاتب والمخرج أظن أن مجدى كانت تعينه صائبة ومتقدمة قوي لما رهن عليه ده بشوف أنه علامة فارقة عند هدي حتى لو لم يعني ما حصلتش قفزات بعدها لكن كانت اختياره رائع يعني ده عنوان له عنوان مهم جدا كمان سوى العصر كمان الناس ما بتنسهوش أبدا المعلم برهامي طبعا نفوه العصر طبعا بيتحط بعد وكانت مساحته كبيرة برضو مزبوط مساحته كبيرة بس بيزل المال والبنون لأنه كان داخل قوي وجدانيا يعني كان الوجدان له حساب آخر فيعني برضو الواحد عمال بيتذكر والله معك أساس طريق كده وطيفه عمال بيمر على الواحد الأعمال كانت فعلا قريبة من قلوب الناس مش مجرد عمل فني كويس لا مرتبط بوجداننا بس أنا بقول أنه في نجوم بيغيبوا بحكم أنه دي إرادة ربنا والغياب جزء أساسي طالما في حضور يبقى هناك غياب طالما في حياة يبقى هناك موت لكن بقيمة الفنانين اللي زي هادي أنه عندما يغيبهم الموت يتنفسون في الميديا يتنفسون على الشاشات يتنفسون في قلوب الناس يظل ويظل الافتقاط قائم أيضا للمقربين والأسرته وبنعزيهم كلهم والأسرة الفنية لكن الجمهور هيجد دايما هادي الجيار في دور يستعيد بي أنه كان هناك فنان مخلص فنان عميق فنان قادر على أداء كل الأدوار بنفس القدرة والمهارة والإبداع